والحقيقة الاحتفال ده رغم بسطه لكن الحجد اللي تم فيه استدع حاجة في نفسي غريبة جدا بيتقول بقى فيه أمة فيه أمة يكون شبابها بالحجم ده ويتبقى عندها قلق على بكرة صحيح فيه أمة يكون شبابها بسم الله ماشا الله بالعدد ده وبالحجم ده والقدرة دي تبقى لأنا مبكرة ده بكرة ده بتاعهم هم بكرة ده بتاعهم هم وهم قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على أنه هم يحموا أقدر هذه الأمة من أي شر أو مكروم فالحقيقة كنت لازم أسجل ده ملحقتش مبارح أو مهارفتش مبارح أن أنا أسجله لأن ده إحساس تولد في حيهم يعني أنا أقول كده للناس في مصر عشان يعني في الفترة اللي احنا فيها دي هنجد دايما كتير من يعني كتير من البهتان والإفك والإثم والشرور والكلام اللي لا يلي وسمحوا لأقول لكم يعني لكل الناس اللي بتتكلم بالطريقة دي لا يوجد أمم أبداً قامت إلا على الصدق والعمل والأمانة لا على الكذب ولا على الافتراء ولا على الهدن ويمكن وخلونا هنا أسجل بتقدير شديد كلمة فضلتي الإمام أحسنتم أحسنتم صحيح أحسنتم فضلتي الإمام في كلمتك الشاملة الطيبة العميقة ما فيش أمة في العالم تطلع قدام أبدا من غير ما تأخذ بأزباب الدنيا ولكن بيحرصها مصار أخلاقي عميق ولو تخلت عنه لا يمكن اللي بيتهد منهج الأشرار وأنا بقول الأشرار لأن أنا أنقى بنفسي على أن أنا لا يمكن لا يمكن في أمة تطلع لقدام وأنا بقول للأشرار اللي هم يتصورون أن ممكن ينجحوا أبدا بغير سبيل المصلحين ما فيش نجاح غير بسبيل المصلحين الهدن والخراب والتدمير والتشكيك والزنوب وإشعة الألم والفرقة والانحطاط والانهيار والكذب لا يمكن هو يعني يبقى مستقيم وأمين ومخلص لله لله وشريف كمان في هذا المصار ما عنديش شك رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بنا دي أن ربنا سبحانه وتعالى حيسدد الخطة حيسدد الخطة يعني لازم يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي البصار اللي احنا مشين به مهما كانت ظروف صعبة لكن أنا بقول تاني مش حاولك اطمئنه بنا ولا بالحكومة حاولك اطمئنه بالله سبحانه وتعالى اطمئنه بالله سبحانه وتعالى